اشتركوا في القناة وكذلك يأتي بالمواصفات العالمية المعمول بها عالميا يعني مكيف قابل للتصدير في اي دولة في العالم لاحترامه للمعايير الدولية مكيف كوندور من نوع تينور هو مكيف انفرتر تروبيكال بخاصية تنظيف ذاتي اقتصادي في استهلاك الطاقة ويأتي بغاز اير اثنان وثلاثون وكذلك ضمان على الكمبريسور اثنان وسبعون شهر يعني ست سنوات اذا مكيف كوندور من نوع تينور يأتي بغاز اير اثنان وثلاثون واستسمحكم عذرا هنا نتوقف دقيقة او دقيقتين لنرى الفرق بين غاز اير اثنان وثلاثون وغاز اربع ومع وعشرة ومن هو الافضل بينهما في التبريد ولماذا اذا غاز اير اثنان وثلاثون هو ليس خليط هو غاز صافي غاز ثنائي الفلوروميثان اخواني ويأتي بكفاءة اكبر من غاز اربع ومع وعشرة بواحد فاصل خمسة مرة في التبريد وناقلية اعلى في الحرارة من غاز اربع ومع وعشرة اذا غاز اير اثنان وثلاثون هو غاز صديق للبيئة غاز هو غاز المستقبل اخواني سوف يفرض علينا وليس اختيارا منا في السنوات القريبة القادمة اخواني لعدة اعتبارات ذكرتها في فيديو سابق ولا اريد الخوض في كافة التفاصيل اليوم سوف اعمل لكم مقارنة بين غاز اير اثنان وثلاثون وغاز اربع ومع وعشرة من هو الافضل بينهما في التبريد ولماذا اذا غاز اربع ومع وعشرة هو خليط وليس غاز صافي اخواني الاعزاء فهو يتكون من خليطين على عكس غاز اير اثنان وثلاثون اذا خمسون بالمئة من غاز اير اثنان وثلاثون وخمسون مئة الاخرى من غاز اير مئة وخمسة وعشرون هذه مكونات غاز 410 إذن هو غاز خليط من غازين إذن غليان وتبخر غاز R32 هو ناقص 51.7 درجة مئوية أما غليان وتبخر غاز R125 هو ناقص 48.1 درجة مئوية في هذا الخليط الخاص بغاز 410 إذن يحدث عملية تعرف في التبريد والتكيب بالإنزلاق ماذا يحدث هنا؟ يعني درجة التبخر متفاوتة ومتبينة بين الغازين الذين يكونان غاز 410 وبالتالي حين يمر هذا الغاز 410 في المكثف والمبخر تكون درجة الغليان والتبخر مختلفة ويكون فارق زمني في التبخر والغليان لهذا الغاز وبالتالي فارق في درجة الحرارة بين الغازين وبالتالي كفاءة أقل في التبريد على عكس غاز R32 الذي هو غاز صافي بدرجة غليان ثابتة ودرجة حرارة ثابتة لذلك تجد أن كفاءة التبريد في غاز R32 أعلى بكثير بـ 1.5 مرة من غاز 410 إذن نرجع إلى موضوعنا إخواني الأعزاء نوع المناخ في هذا المكيف هو تلثة يقوم حتى درجة حرارة 55 درجة سائل التبريد الكمية 0.60 كيلوغرام يعني 600 كيلوغرام عفوا في مكيف دوز ميل بيتيو اللي هو واحد طن يأتي هذا المكيف بمحرك مرواحة من نوع أنفرتر يعني سرعات متفاوتة تزيد من السرعة تنقص من السرعة حسب عمل المكيف ودرجة الحرارة وبالتالي اقتصاد كبير في استهلاك الطاقة المبرد الخاص بالكارت الإلكتروني يوجد في مجال تبادل حراري المرواحة تعمل تسحب الهواء تبرد معها الكارت الإلكتروني وبالتالي تعمل في ظروف مناخية قاسية إذن دوبل كوندونسور لمن يسألون عن دوبل كوندونسور هذا المكيف بالدوبل كوندونسور ولكن دوبل كوندونسور لا يعني أبدا في المكيف أنه تروبيكال بل يعني كفاءة أعلى في التبريد لأنه يكون تبادل الحراري في المكثف خارجا أعلى وبالتالي كفاءة أعلى في التبريد الكمبريسور أو الضغط هو من نوع GMCC إخواني غني عن التعريف يقوم حتى درجة 60 درجة يمكن تصنيف هذا المكيف أنه سيبر تروبيكال حتى 60 درجة مئوية إذن السيبور أو الحامل الخاص بالوحدة الداخلية يأتي بميزان الماء مدمج معه في السيبور أو الحامل كما تلاحظون يعني لسهولة العمل في التركيب إخواني إذن خصائص الخاصة بالوحدة الداخلية تأتي بتصميم جميل وأنيق وفيها عدة خصائص سوف نذكرها هنا إخواني هذا المكيف تيربو في التسخين أو في التبريد ولو فولتاج يشتغل حتى لو كانت كهرباء ضعيفة أو 30 فولت تروبيكال إخواني واقتصاد كبير في استهلاك الطاقة إذن هذا المكيف يأتي بسوينغ أو شفرة توجيه الهواء مثقوبة بهذا الشكل وهذه الخاصية أو هذه الميزة ما هي فائدتها إخواني ثقوب في شفرة توجيه الهواء أو سوينغ هي لتوزيع يعني متساوي للهواء داخل الغرفة وكذلك لتقليل الضوضة الصادرة عن تدفق الهواء في المكيف فالمكيف حين يضخ الهواء داخل الغرفة يصدر أصوات وتكون مزعجة خصوصا أثناء النوم ليلا هذا يعتبر ككاسر للطيارات الهوائية وناحية جمالية أيضا في الوحدة الداخلية إذن الوحدة الداخلية أيضا تأتي بديكروشي أو مثبتات لإزالة الهيكل أو الغطاء الخارجي للوحدة الداخلية على عكس سابقا كانت بالبراغي التثبيت يعني ليفيس هنا ديكروشي أو مثبتات فقط من الأسفل ومن الأعلى كما تلاحظون تفتحها فتستطيع نزع الهيكل الخارجي من أجل الصيانة أو التنظيف أو شيء آخر يعني تكون سهولة في العمل إذن مكيف تينور إخواني في الوحدة الداخلية كمية ذخل الهواء هي 660 متر مكعب في الساعة يعني كمية ذخل الهواء كبيرة جدا وبالتالي تبريد أكبر في الغرفة يأتي بهذا الحامل أو هذه العصة التي يعني تمكنك من العمل في المكيف أثناء التصليح أو أثناء تركيب الأنبيب كما تلاحظون هنا يعني سهولة في العمل يمكنك إخراج هذه العصة وترفع الوحدة الداخلية قليلاً للعمل أو التصليح أو تركيب الأنبيب حين تنتهي تقوم برفعها وإرجاعها إلى مكانها خاصية صوفت أو خاصية الهواء الناعم حين الضغط على هذا الزر زر صوفت فالمكيف يكون اقتصادي في استهلاك الطاقة يضخ الهواء بكمية أقل ويرفع هذا السوينغ أو الشفرة إلى الأعلى يعني يضخ الهواء في أعلى السقف ولا يكون مواجه لك مباشرة وأنصح بتفعيل هذه الخاصية الصوفت هواء ناعم حين تبرد الغرفة أو في الليل لأنه ينقص قليلاً من كفاءة التبريد حين تبرد الغرفة جيداً أو في الليل قم بتفعيل هذه الخاصية خاصية التنظيف الذاتي أطفئ المكيف أولاً ثم اذهب إلى زر ميني يجب إطفاء المكيف من زر ميني تظهر آي كلين كما تلاحظون تومي اضغط على زر أوكي يعني اختر من زر زائد وناقص اذهب إلى كلمة آي كلين تعني التنظيف اضغط على كلمة أوكي تظهر سيئل في شاشة المكيف معناه دخل مرحلة التنظيف الذاتي تدوم حوالي نصف ساعة بالتقريب إخواني تقوم بتنظيف الغبار إزالة الروح الكارهة وإزالة التعفونات حين تنتهي سوف ينطفئ المكيف لوحده إذا رأت الخروج من عملي التنظيف الذاتي اضغط على زر آن أوف يرجع إلى وضعي التبريد كما كان أرجو أن أكون قد أفدتكم بهذا الموضوع شكراً لكم والسلام عليكم